قبل ما أدخل في تفاصيل المصرحية بوصفك واحد من المهتمين أو المتابعين وبدأت ترجع بشكل شخصي أنك تروح تشوف عرض مصرحي إزاي كانت العودة من وجهة نظرك؟ هل كنت متخاوف كواحد من المشاهدين أو المتابعين أن أنت تروح لأماكن فيها تجمعات أو إجراءات احترازية ممكن تكون مطبقة أو لا؟ إزاي كانت العودة من وجهة نظرك؟ هل هي آمنة ولا غير آمنة؟ في البداية لابد أن نشكر البيت الفني المصرح صراحة البيت الفني المصرح يعني أعاد فتح المصارح في مصر وتقريبا إحنا الدولة الوحيدة في المنطقة اللي أعادت الحياة الطبيعية للمصرح أنا ما كنتش متخاوف أنا كنت واثق من الكلام اللي تقال من ناحية الإجراء الاحترازي وبالفعل أول ما دخلت بوابة المصرح القومي مش هقول فجئت وجدت التزام من أروع ما يكون بوابة بيقسلك درجة الحرارة وبوابة بتعقم المسألة بنخش جوه لابد أن أنت تكون معاك الكمامة دخلنا لقينا الصفين الأولانيين هي المسافة الآمنة ما بين المتفرج والممثل اللي طبعا مش هيبقى لابس كمامة الصفين الأولانيين فضيين تماما الصفوف اللي بعد كده كرسي وكرسي كرسي بتشغيله أنت وكرسي التاني فاضي وكده فكان الإجراء الاحترازي رائع وأنا بشكر البيت الفني المصرح على التزامه وانضباطه وعودة الحياة المصرحية لأن الناس كانت بحاجة ماسة جدا لأنها تعود لحياتها الطبيعية وما فيش أكتر من أني تعود الحياة الطبيعية بعودة الجمهور طبعا المصرح القومي ده طبعا ليه جلالة وليه مهابة وليه وضع يعني كبار النجوم وقفوا على خشبة المصرح القومي تمام وإحنا النهاردة بنتكلم على مصرحية من الأدب العالمي طبعا هي البطولة للنجم السامح السين وللنجم صهر الصيغ وهم الاتنين الحياة ليهم جماهريتهم وليهم قابلهم وممثلين ليهم حيثية الحياة إزاي بدأت تقيم العرض المصرحي تحب تبدأ من النص ولا تحب تبدأ من الأداء التمثيل هو لو سمحت ليا إن احنا يعني نتكلم عن النص الأول كنص كرواية لإني أنا بعتبر إن الإعداد من الرواية الأصلية للعرض المصرحي ده شيء مزهل الرواية كانت في ظروف في غاية التعقيد في أوروبا سنة 1750 يعني لو تكلمنا ببساطة شديدة علشان نعرف المجهود اللي اتبذل عندنا معدين على درجة عالية جدا من الزكاء ومن أنا بشكر فعلا إسلام إمام الفنان الجميل لإني الرواية نفسها لا يمكن كانت تطلع كده إلا بشخص عنده وعي كامل هو بيعمل فهل تسمحلي إن إحنا نذكر في عجالة شديدة جدا الملابسات لا الدوافع اللي خلت فولتير يكتب بروايته تمام أوروبا كانت في حالة من الفوضى الشديدة أو بقى في كل مكان حروب السنوات السبع زلزال اللي شبونة سنة 1755 اللي ضمر أوروبا تقريبا وحرق أغلب المدن بسبب الأعصير والتنامي مسألة في غاية الفضاع في الفترة دي الناس كلها عندها حالة يأس وخوف وغضب وبيموتوا بعشرة الألاف وجعانين وكده فكان فيه فيلسوف ألماني اسمه ويلهلم لايبنز عنده نظرية اسمها نظرية التفاول بتقول أن كل شيء سيصير للأفضل في أفضل العوالم الممكن وتبنى حكماء أوروبا كلهم هذه النظرية علشان يخففهم من وطقة الغضب ومن وطقة الجوع ووقتة اليأس عند الأوروبيين كان من أهم الناس والحكماء اللي مؤمنين بالنظرية دي اللي هي نظرية لايبنز نظرية التفاول جان جاك روس جان جاك روس كان أصغر من فولتير ب 16 سنة وكان بيعتبره مسألة الأعلى فبعت له في عز أوروبا ماهم متضمرة وبتتحرق بعت له كتاب اسمه العقد الاجتماعي بيسوق فيه لنظرية التفاول فولتير طبعا حصل له حالة من الغضب الشديد جدا لأنه كان متمرد هو بيقول يا جماع عالجوا المسألة دي مش بالتفاول عالجوا المسألة دي بالمنطق وبالعقل فلما جاله كان وقاعي كان وقاعي بالزبط يعني هو عايز يحكم العقل والمنطق في كل الحلول اللي ممكن تصادف البني آدم في حياته فلما جاله كتاب جان جاك روس اللي هو العقد الاجتماعي يعني حصل له حالة من الغضب الشديد جدا لدرجة إنه كتب في الجرائد في ذلك الوقت إن جان جاك روس وبعت لي كتاب أنا بقول إن بمجرد أي قارئ يقرأ الكتاب ده هتحول إلى كائن باربع رجلين يعني يعني حاجة خارج المنطق بالنسبة له أنا لا بحب روس ولا بحب كتاباته ولا مؤلفاته الراجل ده راجل مش طبيعي فتحول على طول المسألة الأعلى عنده روسو وحبه الشديد لفولتير إلى عدوة شديدة جدا 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 استمرت لحد ما مات وهم الاتنين ممكن من عجائب القدر إن الاتنين يموتوا في نفس السنة رغم إن جان جاك روسو أزغر من فولتير في 16 سنة ويدفنوا في نفس المقبرة لما لقى فولتير إن كل الحكماء أوروبا اللي هو كان بيكن لهم كل احترام مؤمنين بنظرية ويله لايبينز وهو فلسوف ألماني وفيزيائي عظيم جدا فقرر إنه يسخر منهم كلهم أو يطلع لسانه ليهم كلهم مش ليهم بس واللي واضع النظرية واللي معتنق النظرية واللي عايز يطبق النظرية وكتب الرواية بتاعته وسماها زيادة في السخرية باسم النظرية اللي وضعها لايبينز اللي هي التفاول